وصلت طاعة نصر من القوات الجوية المشاركة في تدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي زايد سلاثة إلى قاعدة الضفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعلياته لعدة أيام وتتضمن المرحل الأولى لتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة